لجنون لإغماء نعم الجنون والإغماء متقاربان لأن المقصود بالجنون اللي هو جن فترة ثم أفاق مو مقصود أنه صار مجنون إذن يغتسل لا جن ثم أفاق هو تقريبا شبه الإغماء نوع من الصرع يعني يصيب الإنسان الصرع مثلا ثم يفيق يقال له اغتسل كذلك الذي يغمى عليه يقال له اغتسل من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه بأبيه وأمه لما مرضى وسمع الأذان قال قربوا لي الماء تقول عائشة فقربنا فاختسل فقام ليصلي عفوا فتوضى فأراد أن يقوم ليصلي فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم فأفاق بعد ذلك قال أصلى الناس قالوا ينتظرونك قال قربوا لي الماء فاغتسل صلى الله عليه وسلم من اغمائه اغتسل من الاغماء ثم قام لينهض ليصلي فأغمي عليه مرة ثانية صلى الله عليه وسلم فلما أفاق قال صلى الناس قالوا ينتظرونك يا رسول الله قال قربوا لي الماء فاغتسل مرة ثانية صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يقوم أغمي عليه ثالثة صلاة ربه وسلامه عليه فلما فقر صلى الناس قالوا هم ينتظرون كيروس قال مرأبا كفر اللي يصلي بالناس يعني ما يقدر خلاص ما نقدر والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لما أغمي عليه مرتين مرتين يغمي عليه ومرتين يغتسل فدل على أن من أغمي عليه يسن له أن يغتسل وقاسوا على الإغماء اللي هو الصرع وما شابه من الجنون نعم